هرجع مرة تانية لـ 6 أكتوبر قلت لي بقى عملنا مصنع برسعيد والحمد لله وروحنا عندنا في 2017 مصنع 6 أكتوبر جينا في أواخر 2016 في شهر 12 في ديسمبر طلبنا ان احنا نقعد مع الحكومة المصرية وزير الصناعة والتجارة مع الدكتور مصطفى مدبولي مع وزارة المالية ومع الهيالة عمالة السمار وقلنا يا جماعة يالله احنا عايزين ناخد خطوات أكتر من كده تقدروا تساعدونا ازاي الحقيقة وأنا يعني بتكلم كلامي ممكن يكون مجروح لكن هذه حقيقة الناس قدموا يعني مساعدات غير مسبوقة عملنا أول بروتوكول في يناير 2017 بدعم غير مسبوك من كل أجهزة الدولة وكل الوزارات المعنية قدمنا كل الوزارات المعنية اللي احنا ممكن نبقى بنعاني منها على مدار اليوم أو في مشاكل أو في بروكراطية أو أو لكن لما تقدمنا بمشروع في تطوير وفي نموم وفي زيادة إنتاج الناس كلها وقفت ووفقت ودعمت والأول مرة بنينا أول مصنع في ست شهور وده أخذ الصدرات بتاعتنا من واحد لواحد ونص ضرب الصدرات بتاعتنا مرة ونص بعد ست شهور جاء الدكتور مصطفى افتتح المصنع بتاع أكتوبر قال لا تعالى عايز ايه تاني ونعمل شغل تاني نعمل توسعات في مصنع برسعيد فضلنا على المتوالية دي كده كل ست شهور كل ثمان شهور نفتح مصنع جديد في الفترة ما بين 2017 لغاية 21 فأنت عندك في الفترة دي بس طلعنا من 500 عامل وصلوا 3000 في نهاية 2015 لعشر تلاف وكسور في نهاية 21 طيب أخيرا وليس أخيرا هو فعلا القعدة دي ما تتحسبش بأي حال من الأحوال يعني ده أنا عايزة روح أتفرج على المصنع ونصور هناك بس خليلين بقولك إيه اللي وصلك لسميتومو والله يسميتومو هم اللي وصلوا لنا يعني أنا كنت بشتغل في ميناء شرق التفريع وهي الثالث أكبر ميناء في البحر المتوسط ومدرسة كبيرة جداً اتعلمنا فيها كالوجستكس مالجر سميتومو لما دخلوا جمهورية مصر العربية بدأوا يدوروا على الكفاءات اللي ممكن تساعدهم إنه هم يأسسوا الشركة اتقابلنا وبتكليف يعني طلبوا من يعني ساعدة اللي هو مصطفى صادق محفظ بسعي قال لي وسمحت قعد مع الناس شان تساعدهم يعني فقعدنا مع الناس والناس قالوا لي أحمد ولكم انبورد انت من بكرة معنا فبدأنا المشوار صدقنا وبدأنا المشوار وربنا أكرم الحمد لله إن شاء الله المشوار ده يعني لسه قدامه كمان مراحل أخرى فأخرى إلى النصل لأنه تبقى مين عارف يمكن أكبر مصانع لسميتومو في العالم تبقى موجودة عندنا في مصر أتمنى ذلك اللي قلته لي كمان في الفصل على إزاي المصنع ده بيتتحط الحاجة بتاعته فأدخن أدخن عربيات في الدنيا اللي احنا ما بنعرفش نشتريها دي لها الغالية قوي خالص اللي بنسمع عنها بس أو نتفرج على فيديوهاتها مش كده مش كده يا حاية يا حلاوة أنا سعيد جدا ومتشرف جدا بالمقابلة السريعة القصيرة واللي بتمنى من ناحيتي قعد وأتمنى من ناحيتك إنه إحنا عاوزين نزوركوا في المصنع في بورسعيد ونروح مصنع 6 أكتوبر ونتفرج عشان نشوف قد إيه المصريين بيعرفوا يعملوا منتج رفيع المستوى تشرفونه نتشرف بيكو دايما شرف لينا ربنا يخليك كل الشكر ليك كل الشكر